برعاية كريمة اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أقام الاتحاد تكريما لوسائل الأعلام الرياضية وقدام رجال الصحافة والأعلام الرياضي ومؤتمرا صحفيا للبطلة العالمية أول كيمي الحائزة على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم داخل الصلاة المغلقة التي أقيمت مؤخرا بمدينة بورتلاند الأمريكية وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام المحلية والخليجية على جهودها المتميزة في المساهمة بإبراز عنشطة وفعاليات وإنجازات الاتحاد البحريني لألعاب القوى واصفا وسائل الإعلام بالشريك الفاعل والأساسي لما لها من دور هام في عكس الصورة المشرقة عن الرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص من جانب أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس بدر ناصر محمد بالدور البارز لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في الارتقاء برياضة أم الألعاب والتي وصلت في عهد سموه إلى أعلى المراتب وقد قامت العداءة العالمية أولكيمي بتقليد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الميدالية الذهبية التي أحرزتها تقديرا منها للدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لرياضة ألعاب القوى وجدد سمو إشادته بالعداء الكيمي منوها بعطائها وتمييزها وأثنى على أدائها الرائع في البطولة وتمنى لها تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ثم تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتكريم قدام رجال الصحافة والإعلام الرياضي ورؤساء الأقسام الرياضية بالصحف المحلية وتكريم السيد محمد قاسم رئيس لجنة الإعلام الرياضي بمناسبة فوز برئاسة الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية شكرا